شهدينا الكرام في كل مكان مساء الخير على حضراتكم في اسبوع جديد وحلقة جديدة من برنامجكم واستشارق القانون كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة العام الهجر الجديد إن شاء الله يكون عام سعيد علينا جميعا وعلى مصرنا الحبيبة وشعب مصر العظيم مع دخول تطورات التكنولوجيا الحديثة لكل يوم بنواكبها في العصر أصبح وجود الانترنت موجود في كل بيت مصري أصبح كل فرد في الأسرة موجود مع التابلت أو الموبايل أو أي وسيلة بتوصلنا بالانترنت زي ما الانترنت ليه إيجابيات زي ما ليه سلبيات ولكن في هذه الأوانة أصبح السلبيات تضغى على الإيجابيات من السلبيات اللي بنعيشها كل يوم من الانترنت هو السب والقصف عن طريق الانترنت السب والقصف يعني ليه وسائل مختلفة ولكن أصبح السب والقصف عبر الانترنت موجود بقسرة مما قد يدفع البعض أن نسأل إزاي نواجه المشكلة دي إزاي نواجهها ولو في عقوبات ليها يعني في عقوبات خاصة بالسبب والقصف إزاي نفلت منها أو البعض قد يعني يفكر إزاي نفلت من هذه الجريمة أسئلة كتير ونقشات كتير حول هذا الموضوع سنلقى الضوء عليها مع المستشار وخبيل القنون الأسر من المستشار أحمد عيسى مساء الخير وأهلا وسهلا بحضرتك سيادة المستشار سهلا سيادة إيناس وتحياتي لأستاذ المشاهدين وكل عام وخضراتكم بخير وإن شاء الله بإذن الله مصر لحبيبتكم بخير ومن تقدم لتقدم بإذن الله شكرا خلييني في البداية أبدأ مع حضرتك بتعريف فكرة السب والقصف يعني أنا عايزة من خلال التعريف تفرق لي برضو بين السب والقصف أستاذ إيناس بخصوص جريمة السب والقصف البعض يعتقد أن جريمة السب والقصف هي جريمة واحدة ولكن توضيحا لأستاذ المشاهدين أن جريمة السب تختلف تماما عن جريمة القصف وإن كان كل الجريمتين يحكمهم قانون العقوبات المصر عشان نوضح بعض الأمور أن جريمة القصف أن أنا بسند لحد واقعة معينة هذه الواقعة معاقب عليها القانون ولكن من شأنها أن تجعل الشخص من شأنه أن يحتقر عند أهل كما لو كان أطلقت على شخص لفظ كلمة أنه مرتاشي أنه حرامي أين كان اللفظ أصبح ما يقال في حقه يعد قصف هذا يحكمه طبقا القانون العقوبات هي المادة رقم 302 في قانون العقوبات دلوقتي نتكلم عن القصف عموما بشكل عين أما فيما يتعلق بالسبب وهي بالبلد خالص كده ودي الألفاظ الخارجة اللي هي من شأنها تجعل من شأن الشخص أن أنا يعني جرحت شرفه أو اعتباره زي مثلا لما أجي أقوله الألفاظ اللي هي بتتداول في الشارع زي ما أقوله يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا دي تعد سب إذن فكرة السب كجريمة تختلف عن فكرة القصف كجريمة ده في العموم في العموم طيب السب والقصف عن طريق الإنترنت طيب عن طريق الإنترنت حضرتك عارفة نهاردة أن فكرة السب والقصف عن طريق الإنترنت نظرا لتعدد فكرة السوشيال ميديا عموما من خلال المواقع أو المدونات أو الفيسبوك أو الواتس آب أو تويتر أين كان أصبح السب والقصف من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك والواتس آب هم من أخطر الجرائم التي ترتكب في ظل الأسرة المصرية وعشان أجي أقول لك الموضوع ده يحكمه إيه؟ والمشرع تنبأ لكده في 2003 وضع قانون يجرم فكرة السب والقصف عبر وسائل الإنترنت مش بس كده هناك القانون الذي يحكم جرائم تقنية المعلومات عبر وسائل الإنترنت برضو هو القانون الذي تحدث عن فكرة الجرائم التي ترتكب عبر وسائل الإنترنت ولكن جريمة هنا بالشرط تكون جريمة لفظية يعني ممكن تكون لها أشكال تانية؟ طبعا ولكن المشرع حتى لما يعني يجي وضع العقوبات المقررة للجرائم الإنترنت بدأ يقول مع عدم التعارض لو كان العقوبات ناصس قانون العقوبات ناصس على عقوبات أشد ليه؟ لخطورة جرائم الإنترنت وخاصة جرائم السب والقصف قبل ما دخل في موضوع السب والقصف عبر الإنترنت عايز أقول لحضرتك حاجة إن إجراءات إجراءات السب والقصف مش الإجراءات التي تتخذ بعد وقوع جريمة السب والقصف هو ده السؤال أعايز أوجهه لحضرتك بس أنا يعني أعايز أعرف قبل ما دخل على الإجراءات في جريمة سب والقصف إزاي بثبت إن فيه جريمة سبو وقصف عندي أيوة مش إزاي بثبت طبعاً هلتكلم عن السبو والقصف عن تري الانترنت دلوقتي مش إزاي بثبت أنا الأول عايز أقوله حريك حاجة هي أركان الجريمة إيه عشان الجريمة تقوم لها أركان وبالتالي الركن فيها ركن مدي وفيها ركن معناوي الركن المدي هي الأفعال اللي من خلالها حتقوم الجريمة سواء بالقول أو بالفعل أو بالكتابة أو الإماءات أو الصور أو أين كان الركن المدي أنا كده بقول كذا أو بفعل كذا أو صور أو أين كان الركن المعنوي أنا عندي قصد جنائي عام عندي علم وإرادة إن أنا عارف أنا بعمل إيه وإرادتي اتجهت إلى عملية السب أو القصف الركنين بتوع الجريمة يعني إذن هنا فيه سب أو قصف مقصود أيوة إذن الشخص اللي بيقوم بالجريمة هو على علم بكده اللي هو الجاني تجاه المجني عليه وبالتالي أنا أهم نقطة بأثبتها هو ركن أو متطلب في قيام الجريمة هي فكرة العلنية يعني هنا النقطة دي في نقطة الإثبات أثبتها أول حاجة فكرة العلنية إن الكلام ده على مسمع ومرأة الناس العموم يعني أخذ مثلاً سكرين شوت للكلام اللي هو الإنسان يعني لسه حقول لحضرتك بالضبط الإجراءات لكن حتة العلنية دي عنصر لابده أن يكون موجود في الجريمة حتة العلنية إننا عدد من الناس يكونوا شاهدوا عملية السب أو ليه أو القصف طيب نفترض إن الشات مغلق تم سبق قصف شات مغلق طيب في غرفة مثلاً طيب حقول لحضرتك حاجة عشان إحنا برضو عندنا أسليب وسائل الإنترنت مختلفة شوي أي عايز أقول لحضرتك حاجة أنا دلوقتي عندي صفحات الفيسبوك أنا بتحكم فيها بالضبط باعتبار إن أنا ممكن أحط منشور عندي للعام وممكن أحط المنشور عندي للخاص أصدقاء أو الأصدقاء الأصدقاء أين كان اللغة اللي متعرف عليها داخل الفيسبوك تمام لو أنا النشر بتاع عملية السب والقصف أول ما أعمل نشر فكله شاف الجريمة أنت ليه؟ لأن ركن العلانية تحقق حقق العلانية في النقطة دي طيب نفترض فرض كده أنا دلوقتي عملت أو اقتصرت عملية النشر على شخصي زي أنا بس يعني رفعت أنا معي بس البوصل ده حتى تشايف خلاص العلانية مش متوفرة مش موجودة وبالتالي هو ركن العلانية ركن لابد من وجوده في جريمة السب والقصف عشان أثبت الجريمة آه طيب أرجع تاني لمرجوعنا وهو فكرة الإجراءات طيب أنا في النقطة دي يعني يروضني سؤال عايز ترحه على حضرتك شدر تحت عمل ده بالنسبة للفيسبوك طيب بالنسبة للواتساب احنا دلوقتي مثلا بنعمل جروب على الواتساب الجروب ده لو أنا أو أي شخص عامله ما بين أفراد أسرته طيب احنا أسرة كده وعملين جروب على الواتساب وتم يعني صدر فعل أو قصف أو سب من أحد الأفراد هنا في جريمة السب وقصف؟ طيب هو السؤال كويس جدا وبرضه عشان أوضح للسادة المشاهدين اتفضل فكرة عملية السب والقصف هي خروجها أو لابد من فكرة العلنية تخرج للناس طيب مين هم الناس العموم؟ اه لو أنا النهاردة دلوقتي عامل جروب للشركة عندي أو جروب للأسرة أو جروب للعيلة الجروب ده كده يخص الأفراد دي بس بالضبط ما يتداول داخله لا يعد سب أو قصف ليه؟ لأنه ما خرجش برا الإطار لكن لو أنا دلوقتي عامل جروب حضر لك أنه ما خرجش العلنية؟ برا الإطار الخاص أيوة ما خرجش العلنية طيب لو أنا دلوقتي عامل مثلا ده مش معنان نحنا بنقول لأستادة المشاهدين أن نشتموا بعض جوال جروب لا أكيد طبعا أكيد لكن لو أنا دلوقتي افترضت فرض عملت جروب مثلا بعلن عن شيء معين فضفت كل الأرقام اللي عندي داخل جروب الواتسابات هل بلنا علاقة خاصة ولا ما فيش؟ لا هنا ما فيش علاقة وبالتالي ما يتم تداوله لو حد أخطأ في حق أحد يعد جريمة سب أو قصف حسب ما تم قول أو فعل نكمل مع حضرتك الإجراءات أيوة الإجراءات دي بقى مهمة جدا الإجراءات مش هتختلف هي الإجراءات إلى حد ما شبيهة لكن أنا عايز أعرف السب والقصف اللي تم تب تم عبر رسائل نصية داخل التليفون أو الواتساب أو الفيسبوك الأمر مختلف في الإجراءات أو الإدارة اللي أنا بروحها أو الجهة اللي أنا بروحها مختلفة يعني أنا لو بعت رسالة على الواتساب فيها سب أو قصف غير مكتب كومنت على الفيسبوك أو حاجة هنا يختلف في الإجراءات عشان نوضح للسيدة المشاهدة أنا لو حصل لي حاجة على رسالة نصية والواتساب قدامي مباحث الإتصالات أيوة مع حضرتك تفضل لكن لو حصل على الفيسبوك بخصوص المنشورات أو الكومنتات اللي بتحصل على الفيسبوك أنا بروح لمباحث الإنترنت داخل طبعا مدرية الأمن الموجودة في المحافظة طيب بعمل إيه؟ ودي بقى حتة مهمة جدا والناس تاخد بالها منها عشان بيحصل في النهاية تفاجأ إن الجاني أخد براء ليه؟ لأن الجاني ما اتبعش الإجراءات المعتادة في حق المجني عليه اللي هي؟ اللي هي بس قبل ما أروح بحضرتك معايا تتصال تليفوني أستاذ عبد الرحمن من سهاج عبد الرحمن مساء الخير تفضل يا فاندم سؤالك يا أستاذ عبد الرحمن شكرا واضح إن اللاتصال قطع حاول تتصر بنا مرة أخرى الإجراءات غاية في الأهمية وغاية في الخطور أولا الدعوة دي لما أجي أقول أو القضية دي لما أجي أقول إن حد شتم سب عشان حرك الدعوة نحن هنا عن طريق الرسالة أو عن طريق الإنترنت؟ في العموم في العموم حكلم حضرتك عن طريق الإنترنت أنا عشان يحرر المحضر أولا ما ينفعش أحرر المحضر إلا بشخصي أو وكيلي بس مش أي وكيل يعني النهاردة لو عندي محامي وبالتالي حد شتم فحقول لي يا أستاذ فلان بعد إذن حضرك فلان حصل منه كذا وكذا وكذا هل ينفع أستاذ المحامي يروح يحرر المحضر؟ بالطبع لا لأنه لازم يكون هناك توكيل خاص يعني لو توكيل رسمي عام قضائي لا ما ينفعش تحرر بين محضر السب أو القصف ليه؟ لأن دي من الجرائم التي يشترك فيها شكوى يعني شكوى لازم تكون من شخصك أنت وبالتالي لو مش من شخصك أنت يبقى بوكالة خاصة لتحريك الدعوة الجنائية وهي جريمة السب أو القصف لأول وهلة لو تم تحرير محضر بموجة بالتوكيل الرسمي العام أصبحت أن القضية الحكم فيها بالبراءة طب أنا معي مدة قد إيه؟ يعني مثلا الجريمة وقعت النهاردة جريمة السب أو القصف؟ حد شتمني على الفيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى أو العادي بتاريخ معين لازم تتقدمي ببلاغ أو بالشكوى خلال ثلاث شهور من يوم علمي بالجريمة ثلاث شهور لأن لو أنت قلت مثلا أنا رحت وقلت لهم الله يا جماعة أن الرجل ده شتمني على الفيسبوك من سنة وبقالوا سنة طب حضرتك القضية في الآخر هتاخد براءة ليه؟ لأن لازم التقدم بالشكوى أو تحرير المحضر خلال ثلاث شهور من يوم علمي مينفعش أقولهم ده من سنة معي تصير تليفوني سيد عبدي الكريم من أسيوت استركل عزين اتواصل مع المستشارة اتفضل يا فن مساء المستشار مع حضرتك مساء الخير على حضرتك وتفضل سؤالك مساء النور على الصحة والجمال مع المستشارة أحمد أهلا بحضرتك اتفضل سؤالك اتفضل مع حضرتك أسيوت البداري مع المستشار مجول المعليك اللي واصل الوقت الحالي في التقدم والتطور التكنولوجي مع انهباط القيم والأخلاف والمبادئ حق المجتمع هذا اللي وصل للقذف لكن لو المجتمع يعرف أول نقطة في حدود الشريعة الإسلامية اللي هم الستة قتل النفس والزنا والصرقة وشرب الخمر والقذف وهو حد من حدود الله سبحانه وتعالى آه إنسان مشكلة تعالوا تفاوضوا عليها المشكلة واحد اثنين تلاتة المشكلة تحل واحد كذا اثنين كذا ثلاثة كذا أشكرك أستاذ عبد الكريم شكرا جزيلا لمداخلتك أشكرك يا فندم شكرا أستاذ عبد الكريم واضح أن التكنولوجيا استخدام سلبي وإيجابي زي ما قلنا في بداية الحلقة في البداية قلناه أنه استخدام سلبي والقصف حد حد لله لا خلاف عليه ولكن طبعا حدك عارف أن كل نهاردة الشباب كل واحد في يده تليفون فبيبدأ أنه بيقول له عيده وبيحصل أنه مش مراقب ولكن هو طبعا بالفعل مراقب أستخدم مع حدرتك أرجع لما رجوعنا تانية الفكرة أن أنا لازم أثبت العلنين وبالتالي لازم أقول والله أن السب ده حصل أو القصف ده حصل في مكان ما مثلا في شارع في نادي أين كان وبالتالي بستحب معايا شاهد أو اثنين لإثبات الوقع ده بخصوص سب وقصف العادي الأمور العادية طيب لو أننا دلوقتي سبقوا القصف ده تم عن طريق الواتساب أو رسائل النصية قلت الحريك هروح ما بحس لإيه الإنترنت أو بحس الإتصالات لا هروح ما بحس الإتصالات لو عن طريق رسالة عشان نوضح لسيدة المشاهدين على الواتساب فهروح ما بحس الإتصالات هحرر محضر بالوقع وقالهم والله يا جماعة في رقم كذا بيقول لي أو بيقول الفاظ كذا وكذا وكذا وبذبط الوقع في الحالة دي الإجراءات بتاخد وقت في نقطة بس عايزة أقولها للسيدة مشاهدين ودي مهمة جدا حضرتك وإنت رايح تحرر محضر تاخد بالك من حاجة مهمة جدا كل الناس على قدر من الاحترام فبالتالي بيكون عنده الحياة أنه ما يقولش الألفاظ في محضر الشرطة وبالتالي أنت النهاردة لما تيدي تقول أو بتتسأل سؤال إيه الألفاظ اللي تقالت لك فما ينفعش تقوله ألفاظ عيه وما ينفعش تقوله ألفاظ ما ينفعش أقولها وما ينفعش تقوله ألفاظ لا حضرتك كل ده كده ده دليل على أن المحضر مش مظمو مش صحيح الألفاظ اللي تقالت كما هي ده بخصوص المحاضر العادية وأيضا المحاضر اللي هي بخصوص ما بيحصل اتصالات برضو بيتم سردها داخل تحرير المحضر يبقى أنا فيما يتعلق بالواتساب أو الرسالة النصية العادية أنا بتتوجه إلى ما بيحصل اتصالات نيجي بقى للدارج قوي الفيسبوك الفيسبوك طبعا اللي هينطبق على الفيسبوك هينطبق على بقية وسائل سوشال ميديا مضبوط الإستجرام وتويتر أريد أن أقول لحضرتك حاجة وحضرتك معاك جهاز المحمول أو اللابتوب بتاعك طالما شايرت بوست البوست ده في إهانة لحد من شأنه سب أو قصف حضرتك ممكن تسأل وتعرض شخصك لقانون العقوبات أو قانون الاتصالات فيما يتعلق بتجريم عملية السب والقصف أرجع لسؤالة أنا سألتوا حضرتك برضو في بقية الحلقة في النقطة دي الجريمة تساب والقصف بتكون عن طريق الألفاظ فقط أو ممكن يعني أنا بشوف بعض الرسوم الرسم الكاريكاتيري اللي شخص أو حينا كل ما يسبب إهانة وخدش للحياة يعد سب وبالتالي أنا النهاردة بدأت أشوف كومنت في اسم فلاني الفلاني وبيغلط فيه أعمل إيه؟ حضرتك لأول وهلة لابد من سكرينشوت لفيما يتعلق بعملية السب لقطة الشاشة عشان وضع حسيني المشاهدين لقطة الشاشة بالسبب والقصف وهو بيتم طبعتها والتوجه إلى بقى مين؟ بتوجه إلى مباحث الانترنت معايا التليفون اتصال هاتفي أو ساس حمدي من الأسكندرية تفضل؟ أيوه أفنم، السلام عليكم عليكم السلام تفضل يفنم سؤالك أقول حضرتك دلوقت أنا بالنسبة لرعاية أنت رعاية مشكلة مع الزجر وضربها وبعدلها ومشعرف أي المشكلة الأعمة مشعرف الزجرات إزاي دلوقتي وهي مش عايزة تقعد معايا ولا هو عايزة تقعد معايا أستاذا حمدي هستأذن حضرتك تسيب رقمك في الكنترول سيئل خارج سيئل خارج سيئل المستشار يعني إجلين الصح طيب حضرتك سيئل المستشار هيتواصل معايا أنا بس موضوع الحلقة تحت أمر حضرتك وحتواصل مع حضرتك بعد الحلقة أنا بس الحلقة تخص جرائم الإنترنت إن شاء الله تواصل معايا شكرا جزيلا بنوي سيد المشاهدين للتواصل مع البرنامج الأرقام مع حضرتكم على الشاشة فضل سيئة المستشارة كامل مع حضرتك الإجراءات طيب أنا حررت المحضر لما باجي روح مباحث الإنترنت ببقى معايا سكرينشوت طبعا هناك الموضوع مستهل عشان الناس متخيلة أن الأمر سهل طب أنا ممكن أكون دخلة من حساب غير حسابي موضوع دخلة من حساب غير حسابي مفيش حاجة ما بتتعرفش لأن الأجهزة بتاع تقنية المعلومات اللي موجودة لدى ما بحث الإنترنت بتعرف مين فين دي نقطة مهمة جدا فمع فيش حد ما بيتعرفش وبيتعرف من أهل جهاز فالأمر كله سهل جدا لدى ما بحث الإنترنت لأن بعد ما حضرتك بيتحرر المحضر في بحث الإنترنت بيتم عمل تقرير فحص فني بما حدث للحساب وبالتالي بالساعة واليوم كل حاجة في الوقت ده قصرت الحسابات الوهمية جدا طبعا حضرتك من خلال الحساب حتى لو الحساب وهمي بيتعرفوا مين العمل ومن ثم ذلك بعد التأرير ما بيتم إداعه بيرفق لدى قسم الشرطة ثم يحول على نيابة العمل أيوه وبالتالي النيابة العامة إذ ما قدرت أن هذه جريمة من الجرائم التي تعد سبا وقصا وفقا لقانون الإتصالات وبالتالي يخضع للمحكمة الاقتصادية معي اتصال تليفوني وساز أحمد من الجيزة مساء الخير ساز أحمد عليكم السلام تفضل ازيك يا سيدتنا ازي حضرتك تفضل اتفضل فياتر بشار مع حضرتك سؤالك تفضل عليكم السلام من أول حضرتك ششة الصحة والجمال والله شكرا شكرا لحضرتك بسلم على أعضاء الكنترول الصحة والجمال وكل متفرجين الصحة والجمال لأنكم بتستفاد منكم حقيقة والله شكرا أستاذ أحمد باشكر حضرتك جدا سؤال بالنسبة للصاب والقص أغلب الوقت بالنسبة للمحادر بتبقى كلها إداري كمركز شرطة ولا بيش بيتاخذ فيها أي ادراف أحمد سامعني؟ سامع حضرتك في حاجة تانية؟ سامع حضرتك أهل بيشكلة بتتعامل المحادر إداري بالنسبة لمراكز الشرطة وبنتخذ فيها أي اجراء خلط الصاب والقص بالذات ما لات اي بحث ان ما لات اي لازمة خلط الوقت تمام هل هناك شيء تانية حضرتك هتسألني عليها؟ الله يكلمة أستاذ أحمد شكرا شكرا جزيلا شكرا أستاذ أحمد أشكرا أستاذي الفاضل بياخد النقطة اللي إحدى بدأناها في الأول هو ليه المحضر يتحفظ أو ليه المحضر خد إداري أو رقم إداري بياخد رقم إداري لأن المحضر مش مكتمل بمعنى أن تمت عملية السب والقصف بيتسأل في المحضر قال لك إيه؟ قال لي ألفاز عيد قال لي الألفاز النقطة اللي حدك قلتها من أه طيب الجريمة ما قمتش أصلا أنا محروجة أقولها برضو حضرتك محمل المحضر مش هيتحيل عليك عشان تقوله الألفاز فلازم تتقال زي ما هي طيب أنا جيت لو كل واحد ماشي في الشارع قال ده فلان شتمني ورح كده لوحده يحرر المحضر فين وزيت الإثبات؟ فعشان كده بقولك لابد من وجود شهود على الواقعة يثبته الألفاز اللي تقالت ولما بتتسأل في المحضر أنت بتوضيك يعني ده السبب اللي ممكن يكون المحضر يتحافظ عشانه طيب هو دلوقتي المحضر يتحافظ أو المحضر تم قيده إداري فلح للنيابة فأوتوماتيك خلاص أنا أعمل إيه؟ ممكن أقدم تظلم للنيابات العامة وبالتالي أبدأ أخذ الإجراءات المعتادة أو أكمل بقية إجراءاتي أجيب الشهود بطوع الواقعة وأقول الألفاز اللي تقالت ليه؟ عشان النيابة تبدأ تحقيق فين؟ في الوقت؟ إذن هنا بنأكد على بند العلنية فكرة العلنية مش هتتحقق إلا كمان إذا تواجد على الوقت اتصال معي أستاذ قرم من إنا؟ تفضل يا فندم السلام عليكم سلام حضرتك أنا ممكن لو في رقام مثلا بالاتصال ممكن يتخذ حيلها قرودية أو لا أهو حضرتك حضرتك أنا ممكن يعني مثلا في رقام مثلا يتصل بها مثلا فوقت متأخر يعني ده سبب فممكن يا ده أفتح الخط ما فيش أي يد خدمة بمدايقات كانت التليفون فأصبح كل واحد يحمل خط تليفون معروف هو باسم مين؟ وبالتالي هو بيديني فبيتصل بيريني ده عادي ما فيش إزعاج لكن إذا تم توجيه سبب سبب داخل المكالمة التليفونية حضرتك ما فيش مانع انه ممكن تسجل المكالمة وبرضه تروح لما بحث التليفونات وتثبت ان الرقم ده بيتم الاتصال بيك عن طريقه وبالتالي بيتثبت فيما بعد ان الرقم ده يحمله فلان الفلاني وبتوجه الاتهام ضده نرجع لما رجوعنا تاني فيما يتعلق بعملية السبب والقصف عبر الفيسبوك انا دلوقتي لو انا لقيت مثلا كومنت مخطوط وخلاص شايفه ان هو فيه اهانة ليا او بوسته فيه اهانة ليا طبعا انا قلت الحديق باخد سكينشوت على طول او زي ما حديق بتقولي ان انا بعمل التقاط للشاشة بتوجه لمباحث الانترنت المباحث الانترنت عندها يعني بتعمل تقرير لان فيه فحص فني بيتبين من خلاله كل مدار في تلك الصفحة الساعة واليوم على اعتبار انها بتوضح ان الشخص ده يحمل الاكاونت الفلاني ويتم تحريك الدعوة ضده طب لو بالنسبة للفيديا لو فيه تشهير بفيديو معين او اه اه هي قضية تشهير اه برضو ايمة على فكرة العلنية اللي هي ايه بقى ان العلنية قد تكون بقول او ايماءات او بافعال اين كان وبالتالي اذا ثبت الفيديو ده وبرضو روحت بيه لو من خلال الفيسبوك الى ما بحث الانترنت بيتم تحريك الدعوة الجنائية نفس الطريقة اللي انا حركتها بيه حتى لو هو بوست او كومنت معي اتصال تليفوني قصد عبد الحليم من الشرقية اي نعم مساء الخير يا فندم تفضل قصد عبد الحليم حضرتك معي مساء الخير مساء الخير سؤالك يا فندم سؤالي انا اتبت من جوز بنتي في كل بنتي نعم انا امراتي وخذنا من في المسنجر يعني قوة شتبيني وشتمها وفي المسنجر وفي المسنجر تمام انا امراتي ورحنا الهز اي انا محضر فاني رحت عن نفسي والمدام عمل التوكيل كان عندها المحامي خاص بيه تمام تمام وعملنا المحضر والمحضر تحول للنيابة والنيابة بعاتته لمباحث الاتطالات تمام ومن يوم عشرين خمسة لغاية الان مجالش رسل من المباحث بالطلات المنفوح تمام شرط العلانية مش متوافر معنا لا ما هو حضرتك المسنجر ده برضو هي تعتبر فكرة شبكة المعلومات وهو عن طريق الانترنت برضو السابق القصف تم عن طريق المسنجر هو الخطوة بدأت يعني من اتجاه مختلف في البداية بمعنى اننا النهاردة المفروض محضر روح مباحث الاتصالات تمام وحرر المحضر هناك فهيتم ارسله النيابة العامة هو لما راح للنيابة العامة رايح بتقريره لكن هو المحضر اتعمل فين؟ اتعمل في اسم الشرطة اولا هو مستبه القصف عادي عشان كده انا قلت لحضرتك في البداية هفرق ما بين السبه القصف المباشر العادي قابلت واحد في الشارع شتمني شتمته او تم السبه القصف عن طريق الانترنت الانترنت احدد بقى هل هو واتساب او ميسينجر ولا الفيسبوك عن طريق الكومنتات او المنشورات سواء واتساب او فيسبوك ده لي ايوه ده لي طريقة او ده لي طريقة فانا النهاردة لما يجي اروح احرر فيما يتعلق بمباحث الانترنت اروح احرر بمحضر شرطة هيروح للنيابة العامة الدليل الفني مش موجود في تقرير في المحضر فبالتالي هيرجع لي فين لما بحث الاتصالات ونتيجة الضغط وكمية البلاغات المحررة في هذه الامور فلابد من التأخير يبقى انا لما لاقي الامور المتعلقة بالانترنت احدد فيس واتساب ميسينجر اين كان عشان اروح الجهة الاولى عشان احرر محضر طيب لو هو مباشر سبق قصف مباشر هروح محضر الشرطة التابعة اليه مفيش مشكلة وصلت؟ شاهدين الكرام تعليقات واتصالات كتيرة هنتبعها مع حضراتكم ولكن بعد الفاصل ارجوكم ابقوا معنا شاهدين الكرام وعودنا الى حضراتكم مجددا بعد هذا الفاصل لنستكمل حلقة اليوم مع المستشار احمد عيثة برحب بحضرتك مجددا سيادة المستشار سنكمل الاجراءات الساب والقصف عبر الانترنت طيب عاديين ندخل على المحاكم المختصة طيب قبل ما اقول لحضرتك المحاكم المختصة عايز اقول لحضرتك لما المحضر بيروح لنيابة العامة اه النيابة العامة اذا ما رأت ان الامر مرتبط بسبب وقصف عادي في الحالة دي اللي هو يقصد بايه سبب والقصف العادي اللي هو السبب والقصف المباشر بقيته سبب والقصف مباشر في الحالة دي هيحال الى محكمة الجنح تمام كده إذا ما رأت أن السب والقصف هو سب وقصف عبر وسائل الإنترنت فيتم خضوعه للمحكمة الاقتصادية التي تنظم السب والقصف لجرائم الإنترنت يبقى أنا عندي المحكمة المختصة لو سب وقصف مباشر عادي وحب يشتم حد خلص محكمة الجنة سب وقصف عبر وسائل الإنترنت في الحالة دي بيغضع للمحاكمة الاقتصادية العقوبات عقوبة جريمة السب والقصف لأن قاضي يعتقد البعض أنه هو ممكن يفلت من هذه الجريمة طيب برضو أنا نصحتي للشباب لأن الأمر في الغالبية دلوقتي متضارك للشباب لأنهم أغلب الوقت قاعدين على وسائل السوشيال ميديا وخد بالك أوعى تتخيل أنك قاعد على جهاز تليفون أو عامل أكاونت غير الأكاونت الخاص بتاعك وهمي أن حضرك لما تشتم حد فمش ستتجاب هذا الكلام ليس صحيح معي التصوير تليفوني وستد إسلام من الأسكنرية تفضل السلام عليكم عليكم السلام تفضل أو من سجل هويس أو أتفضل مع حضرتك عندك سؤالة إني؟ لا شكرا 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 لست سؤالك عشان بس تبقي حضرتك يعني برضو السؤال كويس جدا أنا دلوقتي في مكان عام في نادي أو حديقة المكان العام المفتوح أي حد ممكن يصور أي وقع تمام كده؟ لكن لو أنا في مكان خاص بي حضرتك مش مسموح لك ترفع الكاميرا بتاع التليفون حضرتك عشان تصورني وبالتالي لو حضرتك قمت بنشر الفيديو فحضرتك هتعاقب وتخضع لقانون العقوبات ليه؟ لأنك حضرتك تدخلت في خصوصياتي اللي مش من حقك أن أنت تطلع عليها بمعنى لو أنا دلوقتي قاعد في شقتي وفي جار مجاور أو جار أمامي أنا فاتح الشباك وبدأ يفتح كاميرا التليفون وبدأ يجيب اللي داخل الشق حضرتك لو اتنشر الفيديو ده من تليفون حضرتك أو من الأكونت بتاعك أين كان حضرتك تعاقب بالقانون وبالتالي مش من حقك أنك تعمل كده لكن لو إحنا النهاردة زي ما بنشوف الوقاع الكتير اللي بتحصل في الشارع عمليات مثلا حد بيشتم حد أو حد بيعمل جريمة معينة فالناس وقفة بتصور ده مش معاقب عليه لأن المكان عام وبالتالي أصبح أن من حقك عادي تصور في سؤال عايزة ترحوا على حضرتك بعض الفيديوهات اللي بتصبر عن طريق تيك توك طبعا منتشر الفترة دي بكسرة الفيديوهات دي بعضها قد تكون فيديوهات بذيئة هنا طبعا فكرة العقوبة هنا بتكون إيه؟ فكرة التيك توك طبعا يعني المنتشر في الأقوانة الأخيرة أن أعمل تيك توك زي ما أنت عايز بس في حدود الإحترام والأدب ما يخرجش عن الإطار المألوف والمعتاد للقيم والأخلاق طبعا العقوبة هنا من المستقبل المرتب بتكون إيه؟ العقوبة اللي هي بغضع يعني العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة وحضرتك مش بس كده أن أنت لو التيك توك كده فيه إساءة لحد وبتعبري بيه عن شخص معين حضرتك ممكن يرجع عليك بالتعويض كده تحاولي سبقات؟ طبعا ممكن يرجع عليك بالتعويض لأن فيه سبب ليه فبالتالي يرجع عليك بالتعويض يبقى أنا اتحبست وتغرامت وكمان تعويض فبالتالي أنصح وراشر الفيديوهات البزيئة برضو أنصح أن فكرة التيك توك للشباب برضو راعي فكرة المادة اللي أنت بتخرجها لأن المادة دي لما تيجي تخرج إما فكرة يدي للناس إيجابية إما قد يسيق لك لأنه لو يسيق لأحد الأشخاص حضرتك مهما أساءل الشخص العقوبة اللي هتعود عليك حضرتك مش هتتحملها من حبس وغرامات وتعويض وإنت أصلا يعني لسه شاب صغير تمام؟ معي اتصال تليفونيو سيد عبير من البحيرة أيوة سلام عليك عليكم استنام تفضلي سأل خير على حضرتك لو سمعت ممكن أحكم مشكلة للمستشار تفضلي بس في عجالة بعد إذنك نعم في عجالة يفعل مشكلة حضرتك سؤالك في عجالة تفضلي ماشي مشكلة حضرتك أن أنا جوزي كان أمعاه عنده عربية اللي هي ربع نقل ماشي اشتغل مع الناس اللي هم بتوع التلاجات اللي هم الزانوسي اللي هم دشيوا الجماعة دول جاي بعد كان شغالهم ووصلهم للبيت اللي هو بيسلحوها ويوضوها للبيت أستاذ عبير من قفر الشيخ أستاذ عبير حضرتك معي هستأذن حضرتك تسيبي رقمك في الكنترول لأن مشكلة حضرتك خارج عن موضوع الحلقة وسيادة المستشور هيتوصل مع حضرتك بعد الحلقة إن شاء الله شكراً اتفضل سيادة المستشور العقوبة العقوبة وضع حد لجريمة السب والقصف طبقاً لنص المادة 302 و306 جريمة أو عقوبة تخص القصف وفيما يخص عملية السب الأمر لما بدأ يبقى في تطوير للنحية التكنولوجية وأصبح أن هناك تطور تكنولوجي وصل إلى حد استخدام كل وسائل تقنية المعلومات عن طريق الواتس آب والفيسبوك وتويتر وكل البرامج دي بدأ يقنن القانون الذي تم تنظيم قانون تنظيم الاتصالات هو القانون الرقم 10 لسنة 2003 بدأ الأمر يتطور إلى أن تم وضع القانون الرقم 175 لسنة 2018 هذه القوانين التي تحكم علاقة السب والقصف سواء السب والقصف المباشر أو السب والقصف عبر وسائل الإنترنت نيجي للمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 المادة 76 جرامت عملية القصف أو السب فيما يتعلق بالحبس والغرامة الحبس والغرامة ما تقلش عن 500 جنيه وما تتجاوست العشرين ألف جنيه ما عدم الإخلال بأحكام التعويق يعني أنت نهاردة ممكن تصل عقوبتي حبس وتغرام وكمان تعويق المشرع تنبأ لنقطة مهمة جدا قال وهي أنه في فقراته الأولى أو في مواده الأولى وهو بينظم عملية السب والقصف عبر وسائل الإنترنت قال إيه؟ قال مع مراعاة أنه لو في تجديد القاضي وهو بيقول عقوبته يرى أن هناك وضع مشدد في قانون العقوبات ممكن يشدد عليه من قانون العقوبات يعني إيه؟ يعني أنا ممكن ما يحكم لهوش بقانون العقوبات أنا عايدة حدك توضح بثلاثة النقطة دي للسادة المشاهدين طيب أنا دلوقتي ممكن تكون العقوبة المنصوص عليها في تنظيم الاتصالات أقل العقوبة في قانون العقوبات لجريمة السب والقصف ممكن تكون أعلى في الحالة دي لو القاضي رأى أنه يشدد له من قانون العقوبات فلو الحق أنه يشدد عليه معي اتصال تليفوني وستاذ أميرة من بني سويف مساء الخير وستاذ أميرة الأطعاء الاتصال حاول يتصال بينا مجددا بمعنى إيه؟ بمعنى أننا القاضي له سلطة تقديرية أنه ممكن ينطق بعقوبة موجودة في قانون العقوبات المصري اللي هي قبل ما تنظم قانون الاتصالات أو قبل ما ينظم قانون تنظيم الاتصالات يشدد عليه العقوبة ويديره عقوبة مشددة ده بجانب الغرامة وبجانب آه باعتبار أنه رأى أن العقوبة اللي هتبقى في قانون تنظيم الاتصالات إيه؟ أخف فيديره العقوبة اللي موجودة في قانون إيه؟ العقوبات إذن العقوبات هنا بتختلف معي زي ما قلنا برضو في قبل الحلقة في بعض الحاجات برضو عشان نبقوا يعني الأمور واضحة أكتر إن عملية السب أو القصف ممكن يتم تشديد العقوبة فيها وخاصاتها إذا كان السب والقصف يخدش مش الحياة عارفة اللي هو إن أنا مثلا بهين حد في شرفه بطعنه في شرفه فبالتالي العقوبة بتكون مشددة هنا الوضع بيختلف بتكون العقوبة مشددة كمان العقوبة تشدد إذا كان في حق موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عام أو امرأة اي امرأة أطعنها في شرفه وبالتالي أصبحت العقوبة مشددة عشان كده أنا بقول للأولاد الشباب وأنا بنصحهم كتير خد بالك وحزاري عملية السب والقصف وخدش الأعراض ده مش كويس جدا يعني ممكن تعرض نفسك لعقوبة ممكن ما تكونش قدها ومش هتقدر تتحملها يعني الكثير من الشباب دي يعتقدون أنه ممكن يفرسن عن طريق الحسابات الوهمية لكن احنا وضحناها دلوقتي مع حضرتك إن أين كان الحساب؟ أنا قلت لحضرتك برضو في البداية إن الحساب الوهمي بيتعرف صاحبه من خلال التقرير الخاص بما بحث الانترنت عن طريق الفحص الفني اللي بتبين من خلاله إن الشخص ده أو الشخص الفلاني هو صاحب الحساب وبالتالي بيتبين لدى السلطات معرفة صاحب الحساب ده بالنسبة للسبب والقصف عبر الانترنت طيب الاستخدام السيء الإلكتروني عموماً بيكون العقوبة بتاعته إيه؟ الاستخدام السيء الإلكتروني عموماً زي تركيب صور أو الكاريكاتير أو الحاجات اللي احنا بنجدها منتجرة عبر الانترنت ما أنا قلت لك إن قلت لحضرتك إن المادة 76 فقرة 2 بتحدد من قانون تنظيم الإتصالات إن فكرة بس قصف شخص أو سب شخص ده بيخلي القانون نصص على العقوبة بتتضمن ما تقلش عن 500 جنيه وما تزيدش عن 20 ألف جنيه مع الحبس والغرامة الحبس والغرامة مع عدم الإخلال بأحكام التعويض في حاجة تانية في الإجراءات حضرتك حابب تقولها؟ أنا بس يعني الإجراءات أثناء تحرير محضر السب والقصف نستخد بالها من بعض الأمور إن أنا لازم أحرر المحضر ده بشخصي أو وكيل خاص أنا عندي سؤال عايزة قاله لحضرتك في نقطة التعويض حال التعويض ممكن يلغي العقوبة لو الشخص قبل التعويض؟ طبعاً لا حضرتك حركتي شكوى يعني هنا إذن فيه إجراءة جنائي؟ طبعاً حركتي شكوى وبلغتي عن الشخص ده إنه إنه هو تمم خلال السب والقصف بالضبط حضرتك لك الحق في إنك تطلب تعويض مش معنى إن أنا خدت تعويض إن العقوبة تتلغى من عليه ده ملوش علاقة وبالتالي أصبحت العقوبة ستطبق عليه حتة التصالح حضرتك إنك تنازلت عن حقك فلك حق التصالح وبالتالي إذا لك حق التصالح فأصبح ما الكاش حق التعويض وحضرتك كده قبلت عملية السب والقصف يعني إذن في النقطة دي لا هيبقى فيه تعويض وفينافس الوقت ما فييش أوكي أوه أنا تنازلت يبقى مليش حق التعويض sych تنازلت عن الشخق الجنائي خلاص فأصبح إن حق التعويض المدني خلاص أنا تنازلت عنه فالأمور انتهت بالنسبة في بعض النقاط المهمة اللي تحاسي السادة المشاهدين عليها في حلقتنا يعني أول حاجة بس بقول للناس تبدأ تستخدم الفيسبوك بأسلوب إيجابي شوية وتبعد عن ناحية السلبية جميع أسأل سوشال ميديا مش فقط الفيسبوك طبعا الحاجة التانية أن بعض الأشخاص تخلي بالها من أن أنا أقوم بالأكاونت الوهمي واشتب من خلاله هتعرف وحتجاب دي نقطة مهمة جدا لأنه بيقع فيها الكثير الحاجة التالتة وأنا دي بقى بقولها لأي حد أي حد يتوجه له سباب أو قصف عبر رسائل الإنترنت أو العادي يحاول يقول أنا لو رحت مش هعملولي حاجة أنا لو رحت مش هاخد إجراء أنا لو رحت مش هاوصل في النهاية الحاجة لا ده كده حقك وتتنازل عنه فلا بد من اتباع الإجراءات أو تلجأ لأحد الأساسي المحامين الأفاضل على أن يقوم بالإجراءات دي وطبعا هو هيكون على علم إن شاء الله بإذن الله وبالتالي حقك مشهادية والجاني اللي قام بعملية سباب القصف طبعا هتلقى العقوبة الخاصة به النصيحة من حضرتك لأولياء الأمور والأطفال لأنك حدك عرف أن في كل بيت دلوقتي يتفل ماسك الآيباد واللاتوب والسليفون فإحنا عادي نصيحة من حضرتك اللي كل أسرة بتشاهدنا النهاردة طبعا أولياء الأمور الغالبية منهم 90% بيبقى رافض فكرة الإنترنت بالنسبة للأمور ودلوقتي يمكن الموبايلات خلاص متسبة مع أقل طفل فممكن حضرتك تفاجأ أولا الخط مش هبقى باسم الطفل بمعنى أن الخط هتبقى باسم حضرتك أو باسم الزوجة أين كان وبالتالي ممكن تتلقى مشكلة أنت مش في الاعتبار هتزبط بقى أن ابنك هو اللي مسك التليفون والكلام ده فلابد من متابعة أولياء الأمور لأبنائهم ودايما تحذروا ودايما توجهلوا الناحية الإيجابية في استخدامك للتليفون لأن عدم استخدام التليفون أو اللابتوب أو الكمبيوتر بطريقة سلبية غير إيجابية ده معنى أن حضرتك ممكن تسأل وتسبب نفسك في مشكلة أنت طبعا في غناء عنه بشكر حضرتك شكرا جزيلا سياسة المستشارة على هذا اللقاء على أمل أن يكون لنا لقاء الأسبوع القادم إن شاء الله وحلقة جديدة في نهاية حلقتي عايزة أشكر الشراف عام على البرنامج وستاذ حسن مزبيرو رئيس التحرير أحمد حفني الإعداد آية علاء الدين نوها أبو زيد نيرا حسن مشاهدينا الكرام بشكركم على حسن متابعتكم على أمل لقاء مع حضرتكم والأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامجكم وستشارك القانوني إلى اللقاء